هل كانوا مع الترجي؟ هل أول ماتش نلعبه في الترجي؟ أنا أول ماتش نلعبه مع حمليم في كونتر إسبرانس وأول ماتش نلعبه في الصدفة أول ماتش نلعبه مع التوال كونتر إسبرانس بالصدفة بالصدفة سبحان الله أخفت شوية أنت يداعب بشي بوقتها ترجي في برشة نجوم في وسط الملعب كما الشيحي هبطت وانت هبطت وحدك ذهل بفو هبطت أنت سيح doing that وأول مبارة عنا في البطولة وصلت فتصor 2-1 mem Margaret Hก Railwayweb وصلت على ع ici ولكنLa seeっていうのは قتلى علي النيазيدي occursتني أن كنت نلعب واحد في وسط الميدان كان ي panda oli la see kann guardian وكانت راج ومراد الشبي وعيدي الحمروني وكان Region Z surv2 معدي في وسط الميدان وıldالتالي بصدفة أن بالصدفةlicht وعملت الحمد لله وكانت انتلاقها من وقتها في الوقت كانوا زوج جمعيات يحب عليك خاصة انظر الترجي والأتوال وما كانوا تنفسوا عليك لماذا اخترت النجم السياحلي؟ أول حق لا 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 اتحدث هو سيان شواء أنا وقتها خممت بين النجم واخترت النجم على خاطر عندك اكثر شخص تلعب في النجم كفي الاسبرانس وقتها تعج بالنجم لا تلعب في بلاسة سيراج وما لو أنت صغير ومترشق عندك سيراج وعندك وعندك مراد شاب وعندك علي بن ناجي وعندك علي بن ناجي اخترت النجم لأنه فريق شاب رغم لي سيراج جايك للدار نعم سيراج جايك للدار وقابلنا سيد سلمشيبو وقال لي رأو سيد فهمت انه الرئيس النادي ونجيبه احدانه وقال لي تقرق قتله من قراش وقال لي خير وقال لي بعد عامتها ذلك وقالت لنجم اتفهمت معها قتلي وقال ليس بعد ذلك وقال لي كان اختيار اختيار حكيت مع رئيسي وقال لي أن نلعب وانا نحب نكاور وقال لي هو منافسة وقال لي في طنبك وقال ليس بعد عامل لنجم معها نلعب لنقض على البنك من المنافسة منافسة كانت سعيبة كبيرة وقال ليت منافسة وقال ليت كبير من المنافسة وبعد عبد القدر وراهيم أكوهني ولعبت معهم فهمت في الاسبرانس وقتها لم يكنوا يظهروا ملاعبية صغار بعدها عميل أو تظهر بشوء 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 لم يكن يذهب بشوء 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 سليم شيبوب لا تغشي عليك خاصة أنك وعدت ومعناها يمكن أن تغشي عليك لا لا أعرش لكن هو ستان شواء وأنا أحب أن أشكره بالمناسبة أنه لا أعطر ليش في كاريري بارش عبيت تقاول أنه سليم شيبوب يعمل ويعمل وخطرت أن أذهب إلى الاسبرانس وقررت مكتوب لعبت الاسبرانس لم يتحدثون بعضها؟ لا لم يتحدثون بعضها وقتها كان عزي زويرة كان رئيس النادي لم يتحدث معك لم يتحدث عن الاسبرانس لم يتحدثون بعضها خائفة صغر لا تتعرف لم يكن أحد يقول لك لم يتحدثون بعضها لم يتحدثون بعضها من بعد اخترت أن أذهب إلى النجم الشهرية لم يكن كبيرة وقتها مليون وقتها قبل مليون سبعمائة وقتها لم يكن لدينا فلوس كبيرة وقتها مليون وعثمان جنيح كان عنده دول كبيرة وقتها أعطاك حتى فلوس قبل ما تصح وقتها أسمع لي وقتها مليون لم يكن لدينا فلوس مع ندري حملنف وقتها ورحمت وقتها وفضل على الأشكال ومعطاك مبلغ مهم وقتها ومصاحة وقريبة 15 مليون وقالي وقتها لي وقتها في السيزان وصارت بعضها بعد ندري حملنف لكن انا مشيت حكيته مع السيد الرئيس متاعنا الله يرحمه الله ينسي اسمه مش مشكلة انتفكروا هذا يرحمه الله يرحمه حكيته معاه مش لعاتروس لا لا مش لعاتروس اللي هز معهم الكوب دوميل اين نسيت الحق هو البرزيدون اللي هزت دو كوب معهم حاصيله حكيته معاه تفاهم الوضعية وقال يبايته نسيبوك عايش يقولوا انك محبش تدرب عنده في الزواري وقت لا مش محبش ندرب عنده يوسف هو محبش ندرب عنده محبش ندرب عنده ليس اليوم انتحدث عن يوسف وانا نشكك فيه لكن انا في الوقت ذات نعرف ان يوسف هو محبش صغير لم ينسيه صغير لانه يجب ان تحبه او نكره في وسط الميدان يجب النجوم وملاعبات في المنتخب لذا انا افضلت ان نمشي للنجم الراسل كانت عندي شانس اكثر لنلعب في النجم كل في الاسبرانس انت كنت نمرة تلافع وفي اليوم كان قيس الغذبان الذي انت مغروم به برشة رقم 3 سألت مشكلة عن نمرة تلافع لا افضلت انا كنت مغروم بقيس كان يعجبني برشة ملاعبية وقيس ملاعبي كبير ومتخلق ومتربي كنت نلبس ثلاثة خاطر كنت مغروم بقيس بعد ذلك اختيت عشرين لم تتحدث عن شيء لم تتحدث عن نمرة لم تتحدث عن نمرة انا كنت مغروم بقيت كنت مغروم بقيت وفرحوا بقيت جنرات كبيرة لم تتحدث عن نمرة لم تتحدث عن نمرة لم تتحدث عن نمرة برشة في النجم السياحي ومن تحدث عن نمرة تارق الطيب وقتها كانت المنافسة كبيرة بينه وبينه وريد الهمامي وكان سيلوت في البنزرد كان يوم من برشة بريد الهمامي وكان يقول هلو دي راكتا يقول ريذارك انت باش تلعب وطارق هكذا كريمون من اقوى الملاعبي لدخط في تونس تلعب مع تارق مستوى دي شفناهم بعض والله انا وقت يلعب معي تارق في اليتوال كان في مستوى كبير برشة لحقيقة ما كانت هو كانت شوى من المدرب لوت في البزارتي خير انه يلعب بريد الهمامي وبعد رجع يلعب تارق الطيب الاخسانة بتاع الكوب الفين وواحد عفوا من اخي بالذكريات في اليتوال وجيعة كبيرة بطبيعة هي وجيعة كبيرة لكن انا تفرح الجامعياتك يعني بشي هزتيتر اي جوار يتمح انه بشي هزتيتر وفي مناسبة كما ذيكا تتشين ملعب رادس كان ماتش كبير نهارتها قدمنا مستوى طيب الشوت الاول لكن من بعد استسال المنافس هو اللي خلنا ندري الحامنف يفوز بالكاس نهارتها على خاطر هاجون القدر النجم وقته حقر حامنف يتحكي بين الجوارات قبل جامعة المبارات تحس الجوارات ترون اشماف نهارتها وانا نعرف جوارات حامنف نعرف نسبة شويخة نعرف العمال القادر نعرفهم مكور جيه فريق ممتاز طهر السباعي سيرتو تريولي في الوسط اللي فيه نادر الفقية وعلي بن عبد القادر ونسبة شويخة يعرفوا العبو كورة كنت نبهت لكن الغالب كيف تستسهل منافس لذلك تستسهل منافس تخرج من اللعبة تتويج بالكاس تتويج بالكاس اول ما مشيت للنجم كانت في المغرب وقتها مشينا الجروب كامل حتى المشكلة فيها كانت جاست ممتازة مشينا وروحنا بالكوب ما عطتها دخل به كيفاشت قيامها التجربة في النجمة السياح والله تجربتي في النجمة السياح ما لعبتش برشا في هاليا لعبت الإصابات هي اللي منعتني أنا برشا إصابات روان أنا كنت نلعب شهر من بعد رقاني موصاب لذلك هي قلة التكوين القاعد اللي هو نيقص برشا في تونس كيف مرات كروازية قتلي عملت؟ عملت كروازية في جونيون وعملت الثانية في الإسبرانس وعملت أريد شيء أخر عملت على عملية مع تكملت موسم قفصة وندي سفيق سيوانا عندي كروازية ممسوس في سيق معتها نعمل رنفورسما ونلعب سمحني قصيت علي كيفاش تقيمها التجربة؟ تجربت نجب سياح لانا كانت ناجحة تعلمت منها برشا حاجات كيف مرياض وقيس برشا برشا الكابتن رضا من السارح محمد المكشر برشا برشا لعبين ان شاء الله سامحوني اللي انسيتهم كانت تجربة ناجحة تعلمت منها برشا وهي اللي خلتني أني نمشي للدرجة ثانية الفرنسية مش مشيت قبل المرسا قبل الإتوال؟ لا مشيت بعد الإتوال ومبعد المرسا ومبعد خرجت لفرنسا اي خد قتلي هي خلالي نخرج لفرنسا مشيت المرسا قبل مشيت المرسا علش خرجت من نجم من نجم اكاف جيتني وقتها مازالي عام انا في النجم مشيت بريل المرسا مازالي عام في النجم وقتا كنتش نرجع جيتني الكنترام بتاع فرنسا وقتا اتصلت بسيوعة ما جنيح وكلمت وكان متفاهم بوعا عطلوني شوية في الكارجون بتاهم يبعد سايبوني حمدولي يا رب عطلوني شوية في الكارجون بتيها